كل شريف على وجهات الأرض الطيبين التحرك إلى الريف الشمال وشاتا أعلنت الجماعات المسلحة النفير العام لوقف تقدم الجيش السوري وحلفائه في ريف حلب الشمالي تقدم بدأ لأحد الماضي وسط غطاء جوي ومدفعي كثيف أجبر الجماعات المسلحة على الانسحاب من عدة قرى مهمة كدوير الزيتون وتل جبين تاركين وراءهم بعضا من عتادهم ليصل الجيش السوري إلى بلدة حردتنين ورتيان والوجهة نحو من طال صبرهم في نبول والزهراء المحاصرتين منذ ثلاثة أعوام التفاؤل بفك الحصار يبدو أقوى مما كان عليه العام الماضي إبان وصول طلائع الجيش إلى البلدتين في نفس هذه الأيام من شباط الماضي المختلف الآن بين العام الماضي وهذا العام أن القوات حضرت لذلك بشكل صحيح وقد تقدمت وأعتقد أن الأهداف باتت محددة يعني واضحة الهدف الأول هو عبارة قطع كل طرق الأمثال للإرهابيين باتجاه داخل مدينة حلب إحكام الطوق على المدينة وهي قد قامت بذلك حتى الآن السيطرة على مجموعة القرى وأحد الأهداف المرافقة لها هي فك الطوق عن نبول والزهراء الذين يعانون منذ أكثر من ثلاث سنوات نتيجة الحصار الإرهابي على تلك البلدتين فك الحصار عن نبول والزهراء هو هدف من أهداف متعددة يقول الخبراء العسكريون أنه ضمن خطة متكاملة لخدمة معركة حلب الكبرى فرض طوق على أحياء مدينة حلب هدف آخر حالما يكتمل سيقلب الموازين لنكون أمام تكرار لما حدث في مدينة حمص سابقا فك الحصار عن هذه المناطق تماما هي كأي منطقة من أراضي الجمهورية العربية السورية وواقعة تحت سيطرة الإرهاب الجيش معني بتعزيل هذا الإرهاب وبفك الحصار عن هذه المناطق وكما نعلم أن هناك أيام وسنوات قد مرد وهذه المناطق محاصرة الآن يعتبر هذا الأمر إنجاز كبير لقواتنا المسلحة وإنجاز أيضا في إطار التقدم من أجل تحرير حلب أيضا وتطويق إدلب ومن ثم السير في اتجاه الرقعة إن شاء الله الخطوة الأخيرة للجيش السوري في حلب كان لها وقعها أيضا في أروقة جينيف الوفد المعارض أبدى خشيته من هذا التقدم المتحدث باسم ما يدعى الهيئة العليا للمفاوضات وصفه بالتهديد لمباحثات جينيف في حين يبدأ على وسائل الإعلام الدائمة للمسلحين تداول مصطلح إنساني جديد هو حلب المحاصرة كما هي العادة عند كل تقدم للجيش السوري بعد تناسية من قبل العالم حان الوقت لستين ألفا من أهالي نبول والزهراء أن يتحرروا دون انتظار لما سيصفر عنه جينيف ثلاثة البعض يقول أن على جينيف أن ينتظر لما ستصفر عنه الأيام القادمة سامر زرقا بلاد الفضائية دمشق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر